اشتركوا في القناة نجم منتخب مصر ونادي مصر المقصر زك كابتن علي حبيبي عبد الحمد لله انت عامل يا حبيبي برحب بيك فيه اللا كورة انا سعيد جدا ان انا معاك في مكان زي اللا كورة طبعا يعني ما شاء الله عليكم في تقدم دايما ما شاء الله يعني الحظ ابتدأ يتحك يعني شوية الحمد لله طبعا انت عارف طبعا مصر كلها عارفة موضوع الاصابة الحمد لله قدر الله مش هفعل لكن عوض ربنا الحمد لله احسن الحمد لله بدأت وفي نجم منتخب مقصر وامره زي الفل كويسة عايز ابدأ بيك بقى البداية خالص كده ما تقول لنا مشوارك مع كورة القدم بدأت ازاي انا من ابناء نجم المؤلون العرب من ناشئين الحياتي كلها في المؤلون العرب اتصعدت الفري الاول وكنت انا وصلاح ونيني الشيلة اللي طلعنا ديات الحمد لله الامور كانت كويسة ماشية معنا لعبت طبعا منتخب شباب ومنتخب قلومبي ولعبت الحمد لله منتخب اول برضه وانا في المؤلون العرب وبعد كده روحت الانتاج ومن الانتاج روحت المفروض الزمالك السنة اللي اتصابت فيها بدأت في الزمالك كويسة لكن طبعا زي ما انت عارف الاصابة كانت صعبة شوية جينبينج شوية كده يعني شوية علاج غلط اثر معايا شوية واخرني الحمد لله وادين رجعت على نزل مكاسة عايز بقى اخدك بقى طالع في المؤلون ماشاء الله صاروخ مم روحت المنتخب مم كسعلم اولمبيات مم فعلا اه يعني انا طبعا المقولين يعني بيتي زي ما بيت المعظم اللاعيبة اللي هما الكبار زي كان صلاح وانيني ماشاء الله طبعا مش محتاجة الكلام على كان المقولين لان كله عارف يعني بعد كده كابتن رادوان جي بدأت اعمش مع مع كابتن رادوان لعبت كتير اوي يعني كانت الامور كويسة بدأنا نروح منتخب الشباب روحت منتخب الشباب مع كابتن ضيق السيد لعبنا افراكيا وصعدنا انت عارف جيل اللي هو 91 لعبنا كاسعلم في كولومبيا عملنا بطولها كويسة اوي كنا جيل كويس جدا واعطا قيدا ديك شاي في الجيل لحد دلوقتي ماشاء الله مسمع في الدوري على رسوم طبعا محمد صلاح رجعنا رحنا اولمبيات رحنا الاول بطولة افريكا اللي بتصعد الاولمبيات مع كابتن هاني رمزي تصفيات كنا احنا سنا اصغر منهم وكابتن هاني يعني كان وصك فينا حوالي تسعة لعيبة من منتخب الشباب بس كنت قولك واخد كاملة ايه خد حوالي تسعة لعيبة اه يعني ما شاء الله فرقة كاملة اه فرقة كاملة طبعا يعني احنا كنا الحمدلله قد السوق لان احنا روحنا المغرب كان بطولة صعبة جدًا أول ماتش المفروض البرازيل هناك كنا في انجلترا في لندن أول ماتش كان البرازيل في الأولمبياد وأنا كنت من الناس الأساسية اللي كابتن هاني كان بيعتمد علي فيها قبل الماتش باربع ايام بالضبط فيه كانت عملينا كده اتصابت فيها النيني الله يسهله وعمل لي فاس جامد شوية رجليني فتحت لحد ماتش التاني كنت الاصابة قعدت معي كان جزع في الروباط الداخلي كان الحمد لله خفيفي بس انت عارف الجزع في الركبة بيبقى صعب شوية في الأوطار عدت حوالي لحد تاني ماتش وكان ما لعبت ساعتها لعبت كنت هنزل آخر ماتش اللي هو خرجنا فيه بس ما كانش له نصيب يعني كنت راح تلعب الاصابة عطلتها ادي اول مرة لها بتلات ايام يعني احنا خلي بالك لعبنا آخر آخر استعداد لينا كان ماتش ليرز البلجيكي مع المنتخب كان ساعتها كابتن هاني ضمم كابتن أبو تريكا وكابتن عماد متعب كابتن عماد فتحي كان التلاتة معنا لو تفتكر التلاتة اللي هما فوق السن الكبار الكبار اه آآ ولعبنا كان الامور زي الفل ولعبت ماتش ليرز الاخير ده كله وكان الامور زي الفل بقولك اخر تمرينة كنا في فرنسا مفوق في فرنسا وهنطلع على انجلترا اول ماتش اللي بعدها بتلات ايام بتلات ايام اخر تمرينة تصبت في اخر تمرينة فاقدر ما مش شافة يعني عاختك بقى بموقف كده انت اللي هتقوله لنا كنت بقى خلاص الطيارة ايه نزلت لندن اه نزلت لقيت البرازيل لانا البرازيل اه كنا قاعدين في المطار مش قاعدين كنا احنا نازلين فماشيين فمنتخب ببرازيل فعلا كان قاعد نمار بقى وتياجو سيلفا وكوتينيو ولوكاس اللي هو بتاع توتنهام وهالك وهالك طبعا ايه ماشاء الله مارسلو ومارسلو فالموقف اللي فعلا كله بتكلم عليه ان النيمار فعلا كان بيكلم تياجو فعلا كان بيقوله تريكا وكابترين ابو تريكا كان معدي فيعني ما شاء الله هو مشهور ما شاء الله يعني جدا كان نمار بقى لسه ساعتها البطولة دي كان نمار لسه مراحش برشلونة كان ساعته لسه. كنت عارفينه بقى وكان منكسر الدنيا. كان خلاص كان كل العالم عارف ان هو راح برشلونة كان هو كان هو اصلا يعني يمكن كان احرف من لما كان في الدورة البرازيلي كان احرف من هو برشلونة اصلا. مين بقى اللي تقال له في المحاضرة انت هتمسك نمور? كان ساعته كان ساعته ان يمور بلعب على كابت ناحب فتحي. بس طبعا يعني الماتش ده احنا الحمدلله احنا خصينوه ثلاثة اتنين. شوت الاول كنا خصينوه ثلاثة سفر. شوت الاول كانت الدنيا كان هما عارف اللي هو الخضة بقى برضو يعني مهما انك انت بتلعب عن يمور وانتياجه ومرسله خضة برضو يعني فاهم? كان لسه صلاح لسه في بازل. محمد صلاح كان لسه اصلا في بازل. جي من من بازل كان في الدولة شغال اول سنة وراح لولنبياد. فكان نمار اه لا مش الله يعني كان فظيع. انا عايز اعرف بقى كابتن هاني رمزي بيقول احمد فتحي يمسك. ما هو هو نمار كان بلاعب على كابتن ناحب فتحي. فالموضوع اه. اتماعه كابتن ناحب فتحي مش الله يعني مش بس برضو نمار الموضوع كان صعب جدا يعني. الشود التاني كان محمد صلاح مصاب لو تفتكر محمد صلاح نزل للشود التاني ملعبش اما بدأت وانتش. كان مصاب في في بازل. نزل ما شاء الله قلب الموازين. الحمدلله كان اصلا جلنا في الماولين كان ك يعني كان زيكا. محمد فاروق. كان باسم علي. كنا جيل كويس على الواد اه محمد رزق. محمد رزق اللي هو في اسوان. اه. اه. كنا جيل كويس جدا. كان بعدها رزق وباسم وآه. وفاروق راحوا الاهلي. اه. التلاتة راحوا الاهلي. اه. كان مفروض يبقى معام علي فتحي. كان مفروض اه. كان في كلام فعلا في النادي الاهلي. بس يعني اه ما تزبطتش السنة ديت. قالوا لهم اربعة كتير. اه. غالبا اه. كان التلاتة كتير. كان كنت ان اه علاء صادق اعتقد. صح كد اه. هو كان مدير الكرة هو اللي جاي خلص التلاتة العيبة. بس كان السنة دي كنا كويسين جدا يعني كنا يعني الامور كان كويس اه بسوا. بعد كده رحت اه مديرا. بعد كده بقى السنة اللي بعديها. بعد ما الشباب راحت الاهلي كن اه. كنت انا محمود عزت. اه. روحنا كان جايل جايلنا عرض في ناسيونال مديرا. عن طريقة برحمن مجدي. اه. وكان جايلنا عرض برضو في رومانيا. اه. لكن ايام بشموندس شريف حبيب. حتى اتكلم معنا. وبتاعه. وكاننا عرض الفلوس المدين احسن في ناسيونال مديرا. وبرضو احنا حسبناها برضو كان هناك صالح جمعة. كان مسابيع. اه. كان ساعتها صالح. وعلي غزال هناك. وفي السنة دي برضو محمد ابراهيم راح مريتمو. اه. راح مريتمو كان اه. 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 مروان محسن راح برضو. مروان محسن راح من بترجيت اعتقد من روح الاسماعيلي. هو احسام حسن. هو احسام حسن علي كنور. كنا ساعتها كان ساعتها بيقول لك مقرباص طالع من مصر راح البرتوغال. اه. فبس بعد كده بقى رجعنا. هي رجع هي. رواح جاي كده. اه لا يعني لعبنا خلصنا السنة. وكابتن حسن شحاته اه. كان جاي مسك المقابلين العرب. اوكلمني. وانا اه ناكل. قال احنا هنالة عارتك انت محمود عيسا عشان ما يحتاجينك. استعيبت كويس هناك بس. اه. اه. هناك طبعا انت عارف الموضوع برضو خلي بالك ناسيونال مديرا مش مش في رأطوب في البرتوغال برضو في الدور البرتوغال. بس اه من الفرق الوسط. فالموضوع ممكن ما ساعدتش شوية ازا كنت انا ومحمود عزت. اه رجعنا اه رجعنا بقى كاملنا مع الماولين العرب كان ايام كابتن حسن شاحت كان ما هو موجود وكان مننا معهم الموسم كله. وبعد كده روحت الانتاج الحربية اعارة. انا روحت اعارة. بس روحت عشان كنت شفتها في الماولين. روحت اخر بقى كم ماتش ملعبتش. اه كابتن شاوة غريب يعني ده طبعا يعني ايبدي له التحالي ان هو ده فرق معي جدا كابتن شاوة. يعني فيه مداربين كتير بس كابتن شاوة غريب ده بالنسبة لي في حتة تانية خالص. اه كان كان ساعتها الانتاج الحربي لسه صعدة. ساعتها بقى لما جابت النجوم كلها. ساعتها كابتن شاوة. كان كله بقى هو كله اولا طبعا الانتاج ده مؤسسة حاجة كمة في الجمال يعني. يعني وبشكرهم طبعا لان هم فرقوا معي برضو. لكن برضو كابتن شاوة غريب كان ليه عامل في حاجات كتير اوه. انا برضو اجي لك زدان. فبرضو دي اه مش سهلة. يجي الانتاج الحربي. انا عايز اعرف منك بانتو عاديين فوت اللبس مرة واحدة ازدخل عليك. اه. يعني انا عرفت ان كابتن محمد فاضل وفيتو وفتح الله. اه كابتن فتح الله واصلاح امين. التالتة دول عرفنا ان هم موجودين. وكابتن امير اب حميد. دول من الناس الكبار. فبدا انا بقى اللي يجي علي فاتحي. كابتن شاوة يكلمني. طبعا كابتن. تخب بقى القلوم لي بتاعكم. اه عليكم. روحنا بقى اه روحت انا سنة عار. لايه بقى هناك شهاب. احمد مجدي. اه لؤي. محمود ريز. كل دول جمج. عامر عامر. عامر عامر عامر. كنا احنا دول الزغيرين. بتوع الفرق. الكبار بقى ما شاء الله حد سويلا حرك. بقى جاب بابا اركو. كابتن شاوة جاب بابا اركو. بقى شوية بعد ما. جده. مش جده طبعا. بقى شوية بقى هنا زيدان جاي. طبعا الموضوع كان كبير جدا. يعني حاجة كان اولا كان الضبط بالنسبة للنادي الانتاج الحرب في مصر. ان كمية النجوم دي اصلا موجودة. بس انا عرفت ان زيدان اول لما دخل قوضة لانتاج الحربي. عمل عمل الجملة انت اطول عليها دلوقت. زيدان اه. هو انا برضو معرفوش اوي برضو. خلينا برضو ان هو ست شهور بس. معرفوش زي اللاعبة كبيرة طبعا. لكن اه هو برضو عايش عيشة اوروبا. هو الموضوع طبعا مختلف خلي بقى لك برضو يعني. اه طبيعي ان هو ييجي الموضوع يبقى مختلف يعني فحاجات كده كتير حصلت طبعا مش عام فانا تكلم فيها. لكن برضو هو الموضوع بالنسبة له مختلف. يعني. ده ازمات كتير حصلت. ازمات كتير. لا كتير. هو هو مش متعاود. اصلا انت برضو انت بتتكلم واحد يعني بروسيا دور دوم. نزام اه 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 كانش الشوزهات الحمامات. طبعا الحاجات دي مختلفة خالص هنا في مصر. فاهم? ده طبيعي يعني مش الانتاج الحربي بس في كل الان ده. هو جسد شهور. جسد شهور. عمل كم كم ازمة فيهم بقى. اه ازمات كتير يعني ازمات كتير بس هو برضو يعني في الاول واخر كان مكبر كابتان شاوه غريب. يعني كابتان شاوه غريب. يعتبر كل الجيل الكبير ده ولاده. فكله في الاول والاخر كان بيرجع لكابتان شاوه غريب. الدنيا مشيت زمالك شهرية على فتحة. مبلغ كويس اوي ساعتها. وخلي بالك انا حسبتها برضو لان الاهلي كان ساعتها السنة دي او قابلها على طول كلم علي معلول. فعلي معلول جي والزمالك حتة البكشمار دي كان فيها مشكلة. كان اللي بيلعب حمادة طلبة. او تفتكر. فالواحب بيلعب بيمينه في مشكلة في المكان ده كان ساعتك ابتان عبشاف لسا مرجعش. فانا برضو بقيت دي الزمالك ان انا روح الالعب برضو مع الواحب بيبص هيلعب. يعني فهم اي اي اي. يعني موضوع متيسر ازاي انت راح برضو فرقة كبيرة دي الزمالك يعني ازا كان اهلي وزمالك دوله الطب بتعمصه. فروحت بقى نادي الزمالك. بس. روحت ولهبت على طول. انا روحت انا بص عايز اقول لك الحاجة. انا ايدوني افريقيا. تمام? انا روحت اتمرنت تامرنتين بالزبط. وكان كابتن محمد حلمي هو المدير الفاني. روحت بزبط تامرنتين بالزبط وسافرت لنوب افريقيا. هنلعب هناك. رجعت. ساعت اخلي بالك بقى انا هناك حسيب بوجع رجلي. في الاصابة بقى اللي كله كان بيتكلم عليها. بدون تدخل بدون اي حاجة. بدون اي حاجة بنزع رجلي. في واجع. في واجع في رجلي غريب بقى. انا اول مرة اجي لي واجع في رجبتي. ما تصابتش خالص في رجبتي. فحس ان في حاجة مختلفة خالص. امشي في واجع يا جماعة في ايه. اتمرنت اعمل تلجة وبتاع التامرنتين كانت خفيفة عشان انا لعبت الماطش هناك. انت عارف التاني يوم بيبقى التامرنتين خفيفة للا بتسعين دقيقة. بعد ايام دخلنا طبعا الامور طول ما انت ما بتعليجهاش وانت عملت اتمرأ انا عملت اعمل حلقة حمل. الموضوع بيزيد ده طبعا. بعد ايام دخلت تعمل عبت ماطش الاسماعيل. عبنا الاسماعيل اكسبنا 4-0. بعد اربعة تعمل لعب الاهلي في النهائي. بص ماطش الاهلي ده بقى انا بلعب فيه شوكة في رجلي. وقبل ما تلعب انت معرف. واما عارفين. عارفين. ومديني حقنا ومديني مسكن. جهاز الفني عارف. ساعتها بقى. بعد ما رجعنا من جهاز الفني كان كابتن اه مو من سلمان. الامور زادت بقى. بقى انواع بقى العلاج. يعني اللي عليجني بشمع. بجد الشمع سخر. واللي عليجني بديه بمساج وده غلط. انا عرفت بعد ما سافرت اماني ان كل ده غلط. انا مكنش عارف. ده كل ده بقى بعد المطش بتاع افريكي هناك رجعت اعملت اتعلي الغلط. عملت علي الغلط. اعتقدت اتعلي. اعت. انا بسافرون الالمانيا بعد حوالي 8 شهور. 8 شهور بتعليق غلط فعلا. اروح هنا واروح هنا وادفع من جيبي واروح هنا واروح هنا. لحد ما سافرت المانيا. تدفع من جيبك النادي ما دفعش حاجة. لا اه مش مش النادي ما دفعش. ايه يعني بطلع انا بره واروح هنا. بعمل كل حاجة. اه اه ده ببين لك ايه ببين لك ان انا بسعى. محدش طبعا عارف هو انا بس الوحيد اللي عارف. واهلي بس عارفين. بروح يمين وشمال وعايز عايز ارجع يعني. جهاز التب في النادي ويأس. اتغير تلاتة. بسببك? اه طبعا. انا مصطفى فاتح. تلاتة اجهزة. طبعا عزوني طبعا. عزوني. عزوني. لحد بقول لك ما سافرت المانيا. سافرت وزبطت كل حاجة وروحت هناك. وروحت بقى البروفيسير هناك. ما شاء الله يعني حاجة جميلة خاصة. الالمان دول فعلا في حتة تانية. قال لك يا اول لما شاهد. بس انا اول ما روحت له. يعني انا بتكلم انجلش كويس. مش اوي يعني معك سيد. بعد ما اضغير. طلعت ودخلت قعدت انا ببروفيسير. طوله بس انا مطغوب جدا. جدا. اه الجماهيري ضغطان انا انا بلع في نادي كبير جماهيري في مصر. كبير جدا. وانا بقالي كزا. فبعد اذنك لو في عملية ما تتردتش. قلت له كده والله عبدو. طوله بعد اذنك لو في عملية ما تتردتش خش اعمل العملية. انا عايز اسرع وقت. قال لي بس يا كابتن. انا ممكن بالزبط كده والله. قال لي انا ممكن ادخلك عملية واخد منك فلوس. بس لا دي مش من الامانة يعني. انا كنت مضغوط اول فترة دي وكل عمال يتكلم عليها كلام ايه الشهيد. اصابة مزمنة. ضغط كان فظيء ومحدش فهم اي حاجة. فهم? انا بس اللي مضغوط معي امي واهلي وامراطي. بس انا اللي شايل الليلة كلها. محدش فهم حاجة بقى. قال لك تاخد قدي علاج وتنزل ملعب. شهر. تنازل. اه. ابتدت بقى الكلام يطلع ويزيد. اه. انا عنده اصابة مزمنة. اه. انا نزلت الملعب. خلي بالك انت تفتكر طبعا الكلام ده. انا كنت بتمرن. كنت بتمرن. في الملعب وشغال زي الفل وبتاع مع نيبوشة. مع الراجل اللي هو نيبوشة. الله سياهله يعني برضه وكان علامة استفهام كبيرة. كنت بتمرن. والصحافة برا بقول علي مصاب. لو تفتكر مرة انا كلمتك. انت عشان يعني قريب مني كلمتك. قلتلك. انا دلوقتي بتمرن يا عبد مش عارف اعمل ايه. انا بتمرن وبطلع بيتكتب علينا انا مصاب. ده. او ما بيجيش التمرين. كان غريبة جد ما بيجيش مصاب. وانا بتمرن. مش ممكن. ده لصالح مين? معرفش. اعرف. اه ما معرفش عشان يعني ممكن تكون صالح حد معين بس انا يعني. عارف لصالح مين. اه. بس في الاول والاخر برضو. يعني في الاول والاخر ربنا سبحانه تعالى كبير. اه موضوع الاصابة المزمنة ده. وانت فاز العلاج. كان بي. كنت بتشوفه ازا انا عارف انت كنت بتتابع جدا. اقول لك ضغط صعب جدا. لأ ضغط صعب جدا. اخلي بالك برضو. ما برضو انت بشر. كل واحد ليه طاقة. مهما ان كان انا في الاول ماشي. انت عارف ان انا بعيد عن السوشال ميديا اصلا. فماشي ماشي. بس بعد كده بقى الموضوع بقى لقيت اللي حولك بيتأثره برضو. لما مامك تتأثر. لما امراتك تتأثر. لأ طبعا. يعني الموضوع كان صعب جدا. اللقب الاصعب عليك انا في كل وقتها. الشهيد. الشهيد. ما حدش فاهم حاجة. الشهيد يعني اللي يقول لك ده واخد طلقة وآآ. خلي بالك برضو. في عالة صغيرة ما احنا عارفين في الموضوع دا. والجماهير برضو انا عيدها وازيتها لما الناس بتكلم. بالفضل الله الناس بتحبيني يعني. لان انا الحمد لله انت عارف يعني ان الحمد لله ولا عملت المشكلة ولا بعمل مشاكل اصل. لكن لكن الناس الجماهير لكم فعونها. ما برضو عايزينك تلعب. شايفين فيك حاجة. رغم ده ملتمس العزر للجماهير. طبعا. ايوة طبعا. اه لما قريت على السوشيال ميديا لقب الشهيد والكوميكس اللي اتعمل سيطة الفترة دي. كتير بقى كوميكس كتير جدا. يعني اه لواخد طلقة ده محاديش فاهم حاجة. خلي بالك مع ان ايه اه مع ان ممكن كلمة تتأثر فيك وده طبيعي ايه. عشان كده نبعه السلام. قال اه يعني ان تاكل خيرا او اللي تصمم. يعني لازم تقول حاجة كويس. بياما تقعد ساكن. اتأثرت باللقاء. طبعا. انا كنت عارف ان الفترة من الفترات الزمالية جاب لك شيخ. اه لا 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 ما عادتش مع لا ما عادتش مع شيخ ولا حاجة بس كان المستشار مرتاح المستشار يفضل يقول لي بص علي انا بحبك كده بالزبط والله. كان بيقول لي انا بحبك يا لا علي عشان انت محترم ومؤدب. بص علي انت ملكش حظ. انت محسود. كان بيقول لي اخلق لان انا برضو. هو طلع اتكلم اه ساكن المستشار اتكلم في موضوع الاصابة المزمنة. برضو من كتر الكلام وبتاع. وبعد كده هو طلع قلق علي. مين اللي كان موصله انت عندك اصابة مزمنة? مش عارف. لا مش عارف. بص خلي بالك اصلا خلي بالك. اللي بيزو كتير. يعني الجهاز الطبي يأس من اصابتك. لا هو ممكن يكونه خلي بالك الجهاز الطبي اكيد اتكلم علي. يعني مش ممكن ده اكيد. يعني انا دلوقتي انا السبب عندي. فمش عايزة اخلي السبب عندي فهلبسه العبد. فهم? ما فيه حاجة اسمها كده? ازا كان انا السنة اللي قبليها انا جاي لك من الانتاج الحربي صح? جاي من الانتاج الحربي. لعب مع كابتان شاوه غريب الماتشات كلها الاربعة تلاتين ماتش. تسعين دقيقة. في كده. اه وانت بتتكلم هارجع لكلامك قلت انا النادي بيدفع الفلوس وبرجع خصامها مني. اه انا ليه فلوس في نادي الزمالك كتير. انا اخدتش حاجة اصلا. وخاصة ما ليه فلوس العملية خاصة انت كنت العيب في النادي وقتا? منها بقى ما ما تعرفش. لا بالدلل على كده لان انا اللي محكم لي اه اقل اصلا من حقي اصلا كتير. اه رفعت الناس فكرة ان انت اه. اه الموضوع ده. موضوع القضية اللي انت رفعتها عز مالك لسه حديثة. انا القضية دي مرفوعة من ثلاث سنتين ونص. ومحكم فيها من سنة اللي فات. الموضوع ايه اللي جابه بقى ومن دول ما تعرفش. ولصالح مين ما تعرفش. انا كنت واخب بالي من الكلام اللي بيتقاله وكنت بخش اشوفها على صفحات ندي لان انا عملها متابعة صفحات ندي الزمالك. اه كلام كتير وعالي واشتكي وانت وانت لعبت وانت عملت حاجة. والكلام ده اصلا من اصلا وانا في النادي. بعد اه سنتين علي فاتح الناس مش عارفة ورجله في الملعب هو كويس. هو اتحسن الموضوع لاصابة مزمنة. خلي بالك انا الحاجة. انا كمان لما رجعت الانتاج. انا رجعت الانتاج مع كبتل مختار مختار. انا وانا بلعب الناس كله ده فاكرانا لسا مرجعتش. يعني انا موجود والناس كله ده فاكرانا لسا لقى مش شاهد برضو. اه اه. لأ خلاص الموضوع. بقى في ناس تاني هم بقى بيخش يعني فاهم اي حد بياخد مدة كده. ربنا يا ربي يا بيدا من صبع الناس كلها طبعا. فقعدت فترة كده وانا بلعب في الانتاج برضو الناس مش اه. مزاي الزمالك. تعالى في الازبوط مزاي الزمالك ده طبعا. انا مش شفوك في الشراء ودك انت بتلعب في ناكابتش هترجع انت. ايه وكيدة. وانا بلعب في دور مدهز بلعب مع كبتل مختار في الانتاج. بقى كده بقى السنة التانية خلاص بقى كله بيشوفك بتلعب معتشات اهلي وزمالك فكله شايفك. اخدك بقى يعني شوية من الفترة الصعبة بتاعت الزمالك ده اخشي بقى علاقتك بصلاح والنني. اخوات. اخوات يا اخوات يا اخوات يا اصلاة محمد صلاح ده صلاح والنني. بس محمد صلاح اكتر لان انا ومحمد صلاح كنا عادينا انا هو في قوضة واحدة في فترة امامنا العرب كلها. والقوضة اللي جنبينا النني وباسم عليه. محمد صلاح اعرب لاني يعني اه ننزل مع وعد نروح وبعدن بقى كان بيجي لي البيت عندي في حلوان يعني فاهم بيأكل ايش وملح معايا فاهم ويحب الملخاة بتاعت الحجة وبتاعة. فلا علاقت بيه طبعا قوي جد. لما جاله الزمالك انا عارف ساعتك ان هو في المولين وانت كنت معاه في القوضة. كان هو زعل الموضوع ما تيمش? اه محمد خلي بالك محمد بيدم بلغة الله مش يعني انا شهدت فيه مجروحة لكن هو الطبيعي اللي هو وصله ده من عقليته فعلا. هو من صوره مختلف. زمالك جاء لك انت وهو مع بعض. اه وقت كابتن حسام حسن. وباسم. وباسم انتو التلاتة. اه احنا التلات. الموضوع انتو التلاتة ماكملش. ماكملش. وصلاح كان في السنة ديه كانش بيلعب بشكل السيماع المولين ده كان لسه قوله. اه دي حقيقة. كنت انا كان صلاح مع كابتن حمزة الجامل ايام كابتن حمزة الجامل. وما كانتش مزبطة معاك وانتصاب اعطاك فترة صلاح في واحنا واحنا في المولين. بس بعد كده ما شاء الله بقى معك. تقترب مع بعض تقول له. اه النفسي موضوع ازالك. اه دي حقيقة. بس ما زعلتوش لما ماكملش. اه لا اكيد زعلنا. اه الزمالك برضو انت بتتكلم في زمالك يعني طبعا المولين عرب ديه بيتنا وبتاع بس انت بتتكلم في اهلي والزمالك دول بيبقوا في حتة تانية ده طبيعي ليفل تاني في مصر. فلا طبعا يعني كان نفسنا بس برضو يعني اه المولين زي ما تقول ايه كانت حتى برضو كان يعني مسلا يجي لنا عرض تلاقي المولين ايه بجد والله رظيم. يجونا كده ينادونا نعدل عقدنا. وانا صغرين. هم كانوا بيحبونا جدا. احنا التلاتة بصراحة. انا وصلاح والنيني من ناشئين. باش مهدس محمد عادل. اه كان بيحبنا جدا وكان بصراحة مش عايز يزعلنا في اي حاجة. اي حكاية جروب الواتساب ده اللي انتو. اه عصابة دي. ده هو جروب انا وصلاح والنيني. وآآ باسم باسم علي وسايد شعبان. سايد شعبان كان اللي عيد معنا في المولين في المولين اكبر مننا شوية. وجلاني محمد جلاني طبعا طبعا في جلانيا. اه فجروب بقى بيبقى كله ضحك بقى وهزار وصلاح يقفش ده وما يقفش ده وبتاقى فكان مررنا من بعد اكتر طبعا. ده كان. حتى لان بحكم ان صلاح كان ساعتها صلاح اه الجروب بتعمل هو صلاح في تشيلسي اول ما راح تشيلسي. وكان ينيني بفازي. بعد كده بقى روما بقى وفيرونتينا وبتاعم فمكمل معنا. وجروب استمرر لحد اه موسمين. اه لحد السنة الفاتح. لحد السنة الفاتح او السنة ونص كده. مع كده برضو اه يعني الدنيا برضو يعني مش هقولك يعني مش هقولك تأثير بس طبيعي برضو. يعني انت مثلا انت ممكن تكون في بيتك وفي شغلك ومضغوط بعيد عن صحابك شوية. ده طبيعي على فكرة. مش بعيد كل البعد. لأ ممكن شهر اتنين تتقابله. ده طبيعي. انا انا في حياتي كده معنالي اخواتي وصحابي برضو. ما متقابلش غير كل فين وفين. فطبيعي. اه انما اتلاقي مرة واحدة كده من التسل رفع زمان التليفون من التسل. راكم برايفت نمبر طبعا من التسل بتاعي. راكم برايفت نمبر بتاعف ان هو محمد صلاح. مكتوب برايفت نمبر. اه اه. من غير ارقام. اه اه. بتاعف ان هو محمد صلاح. مش هيبقى النني يعني هيجيل محمد صلاح. نني راكم عادي. اه عادي يعني راكم مصري يعني ما? فبس يعني الامور زي الحمد لله. اه صلاح كم من اكتر ناس وقفة جنبك ساعة اصابتك. صلاح جدع. مع الزمال. اه ومش شرطة معي ممكن يكون معينا عشان انا يعني اخوه بتاعه ورايبين من بعد او زي باية الجروب يعني اللي هو انا. لكن هو جدع. يعني مع مع مؤمن ربنا يشفيه ما بتأخرش. مع مرة وان لما تصمع مش هيتأخر. اي حد صراحة على طول كده. قال لك ايه في الفترة دي? قال له لو عايز تجي انجلترا تعالي. هجيبك. بس انا كنت ساعتها الفترة ديت. كنت خلاص روحت الالمانيا. والامور تحسنة. معارف انه تكلم معك كمان في مستقبلك ناصحك. اه. صلاح اه. يعني جدع وصاحب صاحبه. وتكلمني على فكرة خطوة. وخلي بالك. هو طبعا محمد صلاح طبعا ليه دلال في المولين. يعني يعني الناس بتحبه جدا. طبيعي يعني. انا لو كنت عايزة راجع للمولين. بس انا محبيتش الموضوع. محبيتش ان يجبك في كلام. ان انت ترجع الانتاج وهم عايزينك بتبقى افضل. يعني انا فاهم? ساعتها الفترة ديت المولين كان عندها اتنين باكليفت. فطبيعي ان انا بعد الاصالة بتكلم فترة الاصالة. فكان انسى بحاجة كان ساعتها كابتن خالد اه مهدي كلمني ربناه شوي يا رب. كلمني اللي تعالى الانتاج. لان انا الحمد لله برضا كنت ماشي معهم كويس اوى ايام كابتن شاوي. فرجعت بقى الحمد لله عن طريق الانتاج الحارب يعني. زاكرتك كوية? يعني مش اول يعني. البنى اسطرة. نروح للزاكرة مع الكابتن علي فاتحي ونشوف زاكرته فعلا كوية ولا لأ? كابتن علي لسة مكملين معك. عايز بقى اول انزار حصلت عليه في الدوري مع المقاولين. كنتو بتلعبه في رات مين? لا انا فاكر اه ام بي. مش ام بي? لأ لأ. كان مسم الفين وعشر الفين و Curtis. اسماعيلي? اسماعيلي. اسماعيلي اه كان تاني ماتش. كده انا اول ماتش لعبت ام بي اول ماتش اليه في الدوري ممتاز لعبت ام بي كان على وليد سلمان كان فاق قوي. اول هدف لك ف الدوري مع المقاولين كان في مرما طلع Aqui الجيش. مين كان جون طلع nurt جيش. اه انا فاكر جون ده. بس مين بقى? بديك اختيارات؟ اه انت بدييني اختلاع. ماد السايد? محمد بسام? عماد. عماد السايد. مباران تايت كم? خسرنا اعتقد صح? خسرنا. خسرنا اتنين واحد. اتنين واحد مظموعة. يعني يوم ما تجيب الجون الحظ برضي خرست هدف مع المقاولين في مرمى بتروجيت. وكان المادي سليمان الحارس. مباران تايت كم? اه لا انا فاكر الماتش ده بقى. يعني الماتش ده انا عملت كل حاجة في الماتش. ليه بقى? انا انا اول جون كسبنا اتنين واحد? مظبوط. صح كده? مظبوط. اقل مشاركة ليك مع الزمالك كانت امام? ساندونز. ساندونز هناك. بسيطة دي. تنسيهاش دي خلص. طبعا اقل ماتش ليه طبعا مع الزمالك. اخر مباراة تواجدت فيها مع الزمالك كانت امام. تواجدت حتى وانت عالدكة. كنت في الدكة الماتش ده. النهائي? لا. لابت في اه انتواجدت عالدكة في ماتش في الدوري. اخر ماتش. اه اه. استنى صح. بعد النهائي. استنى. ديجلة? ديجلة. صح كده? ما شاء الله الزاكرة عالمية. اه. اه 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 اه. ده تسعة. تسعة. طبعا في كويس ما شاء الله. تسعة انا عام. هنلعب بقى معك لعبة مان طمان. مش. انت ملك المان طمان. اه. اخطرقصنا ولا احنا. ان شاء الله هرقصك. هنروح لفاكرة المان طمان معك لتنعلي فاتحي. تشميسة اول عقد لك في المولين انت وصلاح ونيني كان كان. اه كان اه قمتانا ونيني اه 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 ماتين الف. وكان صلاح توله او اعطاك. كان زه تمنين. او خمسين. او ٢٠٥ون يعني حاجة كده يعني. كان صلاحlaw meaning شوية. اه اه موقف كومدي بينك وبين صلاح. لا باكن موقف كتير. بس يعني اه. هو صراحا هو ديما كنا بحب نأكل من حمام فرحات. فطلبنا حمام فرحات وطلبنا كمية وانو كان النيني برضو كان بياكل معنا. فالمفوق هنحاسب ما حاسبناش خلينا الرجل اشتغلنا لحد ما راح لنيني ونيني في الاخر دفع فكان صعب جدا ان هو بيتفع. الموضوع كان صعب جدا بالنيني. فده كان مواقف كومدي بس هو خلاله كان ضحك بقى مش طبيع يعني. ان النيني هو دفع. عندي حاجة كبيرة ان اني إدفع دي كان حاجة كبيرة خالص يعني. دفعك لا مش فاكل بس كان كان مبلغ خلا بالك بالنسبة انه كان ساعتها وقتاك ان احنا انش ينفى كان مبلغ بقى. بكورد مين اللاعب اللي كان بيصار باخبار انك مصاب وموتروحش التملين رغم وجودك يوميا. اه. لا هو مش عارف يعني انا عارف بس انش هينفع اقول لان ما ينفعش يعني اقول. فمعلش نعدي السؤال ده. هديزك يعني. قروب الواتس بتاعكم كان اسمه ايه؟ انا مش اعطوك كان عصابة! حاجة كده! يعني كان جروب اعطوك كان محمد صلاح هو اللي عامله! ليق selling محمد صلاح هو اللي عامله! فكان عطوكه! كان كتب حاجة كده! يبس! كان مين اللي في الشغeden؟! اللي في الجروب كنا انا وصلاح ونني وباسم علي! محمد فاروق! سيد شعبان محمد الجيلان! كنا اعنا كلنا في الجروب! بس! ما بيجي لك State dei � pelvic number بتعرف ان ده صلاح? صلاح على طول. على طول لله يعني اه يعني هو مرة اتصل بي كذا مرة. اه حتى سيد شعبان صاحبي اتصل كلمني هو وجلان قالولي يا ابن صلاح بيكلمها. كنت انا ساعتها كنت في تمرينة او حاجة زي كده. فطلعت لقيه برايفت مامر ان انا بقى احاول ان انا اكلمه دي لأ المهندسة. فتستنى بقى لحد ما ما اتكلمك بقى تاني بقى. فبس على طول برايفت مامر يبقى محمد صلاح. قال لك ايه بمناسبة الاركام كتير اللي معك دي. فمر. اه. قال لي يا ابني انا لو انا بغير ارقام كتير للأسف. ودي من مشاكل يعني. فمرة كلمني قال لي يا ابني ده انت لو محمد صلاح مش هدغير كل متر ارقام دي يعني. فبس هو من هو فقاهي برضو محمد صلاح يعني. طرف تاع بيكسو? اه يعني. بل لك ابتاع لي بداي الاكسو? ما عبد اعني. بس. ايش تكسب المرة دي بقى? لا ان شاء الله اكسبها. بيكس. ونها غاولة العربة. لو لعبت كده هتقفل هم. اه. لا يا قفل. لا لو لعبت فوق كده انت تكسب. لا يا عم اجرب لا. لا اجرب جرب. خليك تكسب. اه خلي اخليه عليك انا اخوك. تكسب يعني. اه اخليه عليك. يعني خلي الحظ حلو من مراتك. اه يا عم خلايا. كيفية يا مطلمة? اه. اه. تكسب يا كابتن علي. تكسب. عشان الحظ يبقى معنا حلو. اتفضل. اسلام يا عمل. اه. اسألك بقى سؤال مما انك مقربين جدا اللي هم ممكن يشوف صلاح حلعب في مصر بعد مسيرة طويلة من الاحتراف. بص هو انا يعني الله اعلى واعلم طبعا تفكيره بس انا يعني بحكم معرفتي بشخصية محمد رائي يعني ان محمد نشوف حاجة تانية زى كريستانا رونالدو اللي هو مكمل ان شاء الله يعني ابني يا ربي يبعد عنه اي حاجة وعشة ان شاء الله يكمل سبعة تلاتين تلاتين تسعة تلاتين كمان بر في اوروبا والصعب على محمد خلص ان ما شاء الله هو اكيد زي ما كله هو ما شاء الله مهتم بنفسه لابعد لابعد الحدود اكله نومه تركيزه الجيمه الموضوع ما شاء الله عقليته عقليته محمد صلاح ما شاء الله يعني فانا اعتقد ان شاء الله لا يعني هيبقى صعب ان هو يرجع مصر اعتقد هيفنش برا في اوروبا اعتقد يعني دولي سويت ان اني ممكن نشوفه يمتفن ان اني بحجم معرفتي بيه يعني ان هو رايب مني جدا اه طبعا هو اني والديته الله يرحمها ومنية حياتها يعني قبل الله يرحمها ما تتوفى اني كانت نفسها تشوف محمد في في النادي الاهلي هي توفت وهو راح النادي الاهلي هي كان نفسها تشوفه بقى يلعب في الممتاز اه اه فهو راح كان مني ناشئ النادي الاهلي هو بحب النادي الاهلي جدا جدا كلامه على طول عن نادي الاهلي كبير محمد نطقة العديدية انا عارف تحب اتي كم بقى مرتي التنس chill يعني اني قبل كده انا مش محمود عب Ideally طبعا يعني كابتن محبو عف حكيم بس يعني حاوي لعب معك في الانتهاء طبعا حاوي فعلا هو حاوي محبو عفو حكيم ده حاوي وبعدين كان بيلعب قدامي فكنت باصيله الكرة واعمل سبرينت بقى وهو عنده حلول بقى يعدي من قدامه ما كانش طبيعي هو بيمسك يفتش اي حد ما شاء الله وتبدل تقول له باصيلي باصيلي دي حاجة دي حاجة دي باسي كابتن شاوكم بيخليه باصي صراحة سوف معك فتن علي فتحي هجيب كم بكرة التنس اشتركوا في القناة